اخواني وعزائي المشاهدين استمروا مشاهدين في هذه الجولة وتابعونا اخيضر منطقة تزخر بالعديد من الاماكن التي تعبق برائحة الاصالة والتراث وتحمل في طياتها قصصا تلامس حياة البادية حكايات ما زالت راسخة في اذهان اهلها بكل تفاصيلها ما يلفت نظر زائر هذه المنطقة هو وجود عدد من المعالم التراثية التي تحمل ذكر خاصة بحياة السكان مثل الطوي التي تعرف باسم طويب جرش وهي بئر لها تاريخ ضارب في القدم اذ طالما زودت هذه البئر اهالي المنطقة بالماء فروتهم وروت ابلهم ومواشيهم كما استخدموا مياهها في ري محاصلهم الزراعية طويب جرش ما تزال موجودة تحكي قصة ارتباطها الوثيق بأهالي المنطقة والبدو الروحل الذين كانوا يمرون بالمنطقة ويقفون عند هذه البئر للتزود من مائها اشتركوا في القناة 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 وتروي هاي النخل كلها من تشغيله وحده وخلها في يدت نعم عقب هاي المحول هاي مجاور المطال هي ما عند الله الرد وجهة وردة الخصاب تم يرد ما ولا ما يرد يعلم الله نعم وكم طولها خالي هاي الطوي هاي والله تواجه منحنا منقول أربع هاي أربع قامات أربع قامات؟ ايه ولا وليات هلاك اللي قدهن الدكوهن؟ هاي أقمشت من وحده هاي أضخارت يوم القبوتن هاي أضخارت أربع وهاي وحدها أضخارت ثنى عشر دفناها وخاديش حوز أربع ويدود يدودنا عليها ونحن ولا تيبس ويوم خلاف دفناها وقفناها نجي أخالي خبرنا عن الثقاب الأول الطوىات اللي هن ثقاب في منطقة معينة أربع ولا ثقاب ولا ثلاث ولا غير خبرنا عنهم قبل الأول موجودات هذي لحجته عليهم نحن 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 نشلت الطوى حافريت البدع ذي لها بدع بعتل نعم هاي بدع بخور وبيهي ولاته وبمساحل وزيبن هاي سلام هذا حد يوم نحن يوم تمو هنجيوهنا ناسه ويحطوا اللي فراثت قول الله عودة قالها هاي طوي هاي ما نرمس بنا نحن نعم هاي وولا نحن هذا مضرباته بعتل ومضهرات وكله نسبه ماله وتعب ماله أدى عليها طبعا وسبوه على هنتين وعلى ربع وعلى خمس وهي شو الغاية منها قبل طويها حيح انت حفارت طوي ورتبت وزهبت حق شو الغاية منها انتو شو تبونها حق أنت نباها لو نسكن خضيرة ما يرذنبو هنا علينا ولا أخو هنا جي ولو بنسكن في اللي ما يضوينا هذا رابي يدنا على يد ونظهر طوي حق الهوش وحق البوش وحق الرية قول الله ما هي شروعات لبا نعم نافع عندكم في سجي بوش وحلالكم ويكم شه ومطيتنا جلو نائع وسائر الجري مو سمقية وصبحت على الطوي هذا اللي تيها وقاط سنين محل يشح معها لا يجي المحل هجتوا عليها انتو بونا فيها مواي ما يجي المحل المحل يوم يأخر أربعة الشهر قالوا محل سموها سنة المحل خف معها جوية لا ما يخف معها طول السنة ما يخف معها على البوش وعلى الهوش ما يخف معها وعلى السجي العرب ما يخف ما يخف بعزة الله وانتو تقول لي كموها خفيف شوي ما تعدكم بالبداي يقلها الماء اللي فيها سنين جديدهم مدر جديد لا لا من 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 عشرين سنة تقاصر من عشرين سنة من تقاصر بداخل الشح والأبوس ما يبس ولنكرناها يبسها ثم مرة يبنانها قريدة ودفنناها نعم يا غير بعدها لنحين لين يومكما نعم فيها ما تشتغل من الصبح لن الصبح تشتغل ساعتين وساعة ونص وسادة هذه فيها طوية نعم نعم لذلك الأول يوم الطوي هاي موجودة وفيها ماها وخير وفضيل ما شاء الله خبرنا عن هيئة العربان هني حد مثلا كان يرحى له عربان يخطفون مني يرووني يستفيدون من ماها ويسيرون الجاف الذي يطعون الدمج يقيلونها يقيلون عند الطوي يقيلون عند الطوي وليخف عليه العزب مجنوب ما يسيري إلا منه يهمال يبغى يجتج ولا بغى يسكن جاهر ولا بغى خمسة أيام والعربين يعلمونها اللي في الراملة اللي في الهيار ينجعون يسيرونه جري هاي سنة العرب يرفعون موسيقى 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 بيت محمد مطر الرزة معلم تراثي آخر يضاف إلى المعالم الموجودة في منطقة إخيضر ويقع البيت في وسط المنطقة وما يزال الكثير من كبار السن الذين عاصروا بناء البيت يتذكرون تلك الحقبة ويروونها للأبناء والأحفاد موسيقى 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 فالسنة الله يطول عنده ويحفظه نزيل نسلمك الله خبرنا عن البيت هذا متى عدك بهم؟ متى بانانه؟ في أي سنة من السنين بانانه؟ والله هذا يلحق له من ستين سنة حيث بدوي على نقوم من ستين سنة من سبعين سنة نكثر يوم العرهان ويوم يريح حوانة فرقه يطيحن العرهان وكل من بنى حجرة بنى وذي لاك حجرة وبنى هم فاراي حجرة هذا الحال كيف رتبها وكيف سواها؟ هو بنى وياه واحد محطلنها بفلوس واشتغل فيها لانزهبت وابطع فيها هو الروح خادم منها؟ بيده ومحطي ريال بعد بفلوس عامل وياه يفازعه؟ عامل خدموها اثنين نعم كم من المبنائه؟ مبنائه بسميت مرتبها بسميت؟ وخاصة الزين الحجرة وحدة هي الأول عادة ما هي بيوت كامل لا هاي كل الحجم عجيان ويوم يجي الريح جينا كلنا عفدنا فيها يشومها بوايدي نعم ويتمعوا فيها الحجرة نعم وهلاك بعض التويلة محجرة وهذا جواب هاي يران إنها نعم كل هاي الحزم عجيان يغل يوم يجي الريح تلجي فيها العرب متياورين قابل يعني حد لكم يران منوي يرانكم هنيسة خبرنا عن العربان قابل ليسكنهم عندكم في بقعة هاي يران نهائي كل الشعبية يران علقها ووحدة نعم بونا علقها ووحدة واخراء يوم السؤال بنيان فرقنا البنيان كل نبنى الروحات كل البيته ولا نتقاه وعاقها ووحدة كل ما يمتفردين الباعة نعم وهب كلهم عادة هب كلهم بيته بسميته وطي لا 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 بس هاي حد برشات هاديت الحجرة الشمالية وهي الحجرة وبيوت السعف العجيان وايدة يوم اجي السيل عفده في الحجار هذي له خلافة الرب سبوا وسيلة طالت عمال الشوخ نعم وشو من بعد غيره شو البيوت الغير السبيت هاي في الشتاء نرفع عاد سوي بيوت شعار في الشتاء نعم نرفع مال هذا اللمقيق وصفار يعني هم قيمين في بقعة هاي ومستقري فيها لا لا مر جمال الطبي مر ينو بيها ومر غير بيها ومر عما قال رحالة ودي في بقعة وودي في بقعة ايه كان ما شاي كان ما شاي محل سكونوا يدوم قال له منها من الزراج بيها ولا ما سين بعيد اشان شال لنا محل ورفعنا بقعة زين خالي الحجرة هذي خبنا يعني شو داخلها انت وشقا مقسمينها انت سكون داخلها يعني تقسيمكم اشان قيق فالليل اظهروا في الحزوم ويرقدوا فالرشاق ويرقدوا ما شاي مواتت توطاهم نعم وشان ما شاي وقائلة قجلة في العزيان نعم والليوم جي الريح مرة مرة ثان ولا ما جونا الحجرة نعم هي ما جونا والحيما هي هالعقدها موجودة في نصة الشعبية نعم هي ما تفنى الفروخة يتخبرون عنها يأخذون علومها يعني تخبرون كم منو بانا انها ومن ومتمشتوها لا بانا انها روحها فاريبيدوا بواحد لانتو تعطونهم العلوم يعني تخبرون حيشوفونها أذرية ما هيالا جديمة هوب الدهرة للحينة هي هي يتخبرون عنها فروخة يأخذوا علومها حيشان قائلة في العلشان ويوم جي يريح يا ولا ما يا عقب عشر أيام يا عقب عشد يوم الذره فيها بيت فرج بن سعيد بن جرش هو أحد المعالم التراثية المعروفة بمنطقة خيضر وقام الوالد فرج بن جرش بالإشراف على بناء هذا البيت الذي يعتبر شاهدا على حياته أهالي المنطقة مشاهدينا نحن مثل ما تلاحظونا نحن في البيت الأثري الوالد محمد مطار الرزة نحن نحن موجودين فيه وبنقابله ونتخبر أكثر عن علوم البيت هذا وتاريخه وأثرة في منطقة خيضر أبو خميس مسيت بالخير والعافية مرحبا حياك الله يرحبك عفض الله البيت هذا خبرنا عنه متى دهرة هذا الانتا مستوي هذا ممكن فوق عدم من الأربعين سنة خطى الأربعين سنة هذا انتهزين روحك خادمنا روحك باننا ولا هذا أنا يبت للحصى ويبت السميت ويبت واحد أستاد توفى الله يرحمه ويبت واحد أستاد ويركبه وخطط له المكان شدي وقيت له أبغى شدي وما قصروا الريال اشتغلوا وخدام ويبتوا لكي شيء ركبت عليه عدد دهرة هذاك شمنها سويتوه البيت هذا مش منه مبنائي شمنه مخدوم بنيت من الحصى والثميت لينا ما زهب أقول ما زهب طالع منك يبت له دعود السعف سميهنا دعون نحن دعون نعم دعون هاي حق الصقف فوق نعم حق الصقف نعم ويبت له مقور هذا القار يعني حتى يغطيه ويسكر نعم وفرجت عليه ذاك المقورة والمعالي السميم وحطيت عليه الدعون فوق وربطت يعني مجنته نعم وخلص وستوى البيت زاهب وستوى البيت زاهب وباب كل شيء دروازه نعم وكالا وكالا خبرنا عن معيشاتكم في البيت هذي عقب ما زهب وخلص وانت سكنته ويحاج خبرنا عقام معيشاتكم داخل معيشتنا طالع أملك مكان ذرع وانا ووقت الحر برا في الدعون بانين كلها هاي حوطة كلها بانينها نعم دعون عرش عرش خاري خاري عند وقفة السيارات هذي ومنها وعلى كلها نعم وفي الليل مباط خاري وقت الحر ما مباط داخل مباط خاري هاي سوينا حق حق وقت برد ووقت الشتاء نعم ووقت الشتاء كنا نجمع به حتى شوفهم هاي الشواب يجون عندي أنا يتمعون عندك اللي يتمعون عندي بقهوة ونيل اللي نسونا 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 والتفزون شيقال على هاد دريشة اللي هجتوا على التفزونة اللي هجع بيت هذي نعم التفزون عندي موجود في بيت هو اللي أولي اللي موجود عندي في بيت نعم وشكال عدد مدخل لنا؟ مبوني بحملاء وشكال دخم دخل لنا تفزونة مدخلنا هاي محط لها طاولة نعم محط لها طاولة وطلع عوائلات منها والسيارة واجهة عند الحديدة هاي شغل عقبطارية تموتها نعم ما عندنا كرابة ذاك اليوم والشباب يتمعون عندك؟ والشباب يتمعون هني ونصدق سوال وطالع عملك ويطالعون بن عجلان بن عجلان مسلسلة بدوي تاريخ لهم بدوي تاريخ لهم يظهرون قبل وتطلع جارية يتمعون نعم نعم وكلهم ولو ترمز واحد يقولوا صح الكلام صح نعم نعم وانا وتحديد الدوامات وهذا وانسي للدوامات والبيت هذا اللي يتخوى من حجرة وحدة هو اللي بيت هو حجرة في نفس الوقت نعم 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 خبرنا عن طريقة بيوت الأول مثل هذا وغيره ولا خيام لا بيوت طالع عملك الأولية ما هي بيوت فشتاء بيوت الشعر نعم بيوت الشعر يبنوا بيوت الشعر في البر نعم وين الحياء راحوا وانتقلوا مثل ينتقلون حمدة ينتقلون الحفيرة ينتقلون يعني هاي الدوارية ووقت القياموا ردوا ردوا في العرش ولا وعنده لا العرش هذي لا دوام موجودة طول السنة موجودة موجودة دوام مشتاع حضروا فيهن ولا لا ووقت القياموا حضروا في العرش هذي لا نصبون هن الخاربان بدلوا غيره هاي الخاربان من العرش بدلوا غيره وسبوا على عرش جديد وجهزوه وهذا لا وخبّن عن يرانك الأول انت هلك يران هنين فيه نعم نعم كلهم كانوا يراني نعم هذا سالة بن سعيد واخوه خذفان وفراي وكلهم يراني هذي لا كلهم يراني وهذا أخوه هنين وحياة الوالد والوالدة كلهم هنين بس الآن الوحيد اللي انتقلت مليحة عنهم نعم وزي البيوت هذي لأوليات انتو بانينها انته ووالد فراي بن جرش يتأثر عن شو مين يستظر لنا؟ وياه المطار ولا برد ولا سيل ولا طوي هذا ولا وادي عصدي هذا بنيناه نحن نشدين من الحصة هذا لأن الحصة ما يشل الوادي وليش اللي ما يسترمي المطار المطار لو بيتمطر لو بيتمطر كلهم يتيمعون هذي أقول لك ليلة يوم يي مطار قوي ماذاين؟ يقولوا تم الوديان هاي تدعب تروح الوديان هاي تيري هم ذرين وياسير يوم يخفى المطار كلها راحة لبيته نعم انتو اللي حجتو عليها باطحة باطحة الأولية هظن انها موخة بظن انها ثمانينات نعم هذي واصلة طال عملك اللي مرة الشيارة هذي مرة في بقعة هذه نعم وهني كان أصبح برد يوم عقب السيل أصبح برد مسوي تقول هذا يبال من يبارد ما هي الله؟ من البرد نعم ذاك اليوم محد مصورين وهذا مصورين يجيون في البلاد وهذا نعم وخير ما هي الله خير وبيت هذا ما هي الله ما بره هذا ما بره هذا ما بره هذا طال عملك ممتن ممتن هلت عادة راح راحة الدعون عنا وراحة هذا من جشعة عنا لشبات نعم لشبات راحة ما حد حافى عليه وعلى جابته وذاك اليوم بتحيت انتهى الوقت شوي ضعية نعم وراحتنا الدفاع وتميت الدفاع طال عملك ما التهيت عني بيت التهيت نعم ونزين والاشياء اللي عدالي بيت هاي اللي خبرنا عنها انت قبل شو باني عدالي بيت شو مسوي شو خادم والله ولا البيت الروحة مرة فيه لا البيت باني لسور شبتش شبتش باني سور شبتش باني سور شبتش غير هذة شبتش مود هي غير هذا هذة هذة بنتة الابندية نعم الاول مسوي لشبتش انت مسوي شبتش عود معالم تراثية اشتهرت بها منطقة اخيضر حملت ذكريات لم تبرح نفوس وقلوب اهالي المنطقة الذين ما زالوا يعودون ويحكونها لابنائهم بازمانها المختلفة واشخاصها الحاضرين في قصصها مشاهدينا غرف اثرية وبيوت تراثية وطوة وغيرها من العديد من المعالم اللي تميز منطقة اخيضر في مليحة زرناها اليوم وحاولنا نوصل لكم صورة عن هاي المنطقة في امارة الشارجة لان ما ننتقيكم في حلقات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة